ازايكم يا امراض? عاملين ايه يا رب تكونوا بخير? النهاردة بقى جايبا لكم فيديو تحفة تحفة تحفة. بصوا بقى العسليات. النهاردة بقى انا من مع بعض زي ما انتو شايفين كده القرس الطرية. بصوا شكلها. وبصوا طرية ازاي مش عايز اقول لكم وشاء الله حلوة جدا. بصوا. رأيكم بقى في العسل ده. انا بقى النهاردة بالشرش اللي طلعنوا من السمنة في الفيديو اللي فات. هنشوف الطريقة بقى ازاي? بطريقة جميلة جدا. وهحط لكم لجة بتاع السمنة بتاع الفيديو اللي فات. تعالوا بقى كده بناتنا شوفوا المقادير. معايا كيلو دقيق. ومعايا طبعا الشرش دوت اللي تعمل السمنة اللي احنا عملناه. ومعايا طبعا معلقتين خل زي ما انتو شايفين. بيدي ترواجة حلوة جدا في العجين. وبيخليها هشة وجملة جدا. ومعايا طبعا رشة ملح ومعلقة سكر كبيرة ومعلقة خميرة كبيرة. ومعايا طبعا زي ما انتو شايفين نص كباية الزيت دي. هي دي ما قدرنا النهاردة مش هنضيف اي حاجة تاني. زي ما انتو شايفين كده. مقدير سهلة وبسيطة وتتعمل بكل سهولة بامر اللي. اول حاجة كده نقول بسم الله. طبعا يا بنات العجين في البيت او اي معجنات في البيت بتبقى باركة كده. وبتبقى حلوة جدا اللهم بارك. وسبحان الله يعني يعني بص الاطفال بيحبوا العجين جدا في البيت. حتى انتو بتشتغل بتلاقيهم عايزين يحطوا ايديهم فيه ويعملوا معاكي وهم اصلا بيحبوا الحاجات دي. دايما لو انتو بتجيبي حاجة من الفرن اماما عايز قرصة من دي. اتلاقيه فتلاقيه التفل بتشد اولي الحاجات دي. فلما نعملها في البيت بتبقى باركة وبتبقى حلوة جدا. بصوا انا طبعا حطيت الدقيق الكيلو الدقيق وحطيت المواد الجفة. الملح والسكر والخميرة. وابتديت كده اقلبهم مع بعض. زي ما انتو شايفين. خلاص كده هنضيب بقى معلقتين الخل. الخل طبعا يا جماعة حلو جدا بيدي تروى كده في العجينة. وبيخليها هشة كده وجميلة. وضفتي طبعا زي ما انتو شايفين. نصف كبات الزيت. بصوا بقى الشرش. هبتدي بقى نزل الوش التقيل كده. ده اه لو انت اول مرة تعجيني. اه عملي زي كده. حط شوية شوية ما تحطيش ما تدلقش مرة واحدة. وتلاقي العجين باز معيك او بقى كله كده طريق قوي ما تعرفش لميه. لأ حط حبة حبة. وبتدي بقى عجيني كده بالراحة. ولمي في العجينة هتلاقي معيك الدنيا زبطت جدا. بصوا مش هقول له حلوة قوي. وعايز اقول لكم العجينة دي هيلة هيلة هيلة. طبعا احنا بنجيبها من الفران. عايز اقول لكم في الفرن ما بيحطوش ولا لبن ولا شرش لبن ولا اي حاجة من دي. ايه بقى يا بسمة ده بيحطونا مية. او والله بيعجنوا العجين ده بمية. لان طبعا هم بيعملوا كميات مهولة. فطبعا مش هيعملكوا كميات دي بلبن او بشرش اللبن او هيجوفوا لبن اساسا. هم بيحطونا مية بيعجنوا بها العجين. تمام كده لكن احنا لما نعمل حاجة في البيت هنعملها عنضيفة. هنضيف عليها الحاجات اللي هتديها كيمة غزائية حلوة. وفي نفس الوقت هتبقى من ايدينا وحاجة كده نضيفة وبركة في البيت. فالله يخليكوا جماعة يعني اللي ما بتعفش تاجن اتعلمي. تعلمي اتفرج على الفيديوهات وشوفي وتعلمي. كلنا طبعا بنات بني اتعلم من بعض. ومش هتخسري حاجة لما تتعلمي بجد بجد. اول ما تعملي حاجة في البيت انت اتعلمتيها بصي ولادك هيفرحوا بيها وانت هتفرح بيها وتبقى حاجة عايز اقول لك هيلة جدا. تمام? نبتدي بقى زي ما قلت لكم كده بقى بصتونا بديف يعني كل شوية بديف شوية شرش. من اللي هو بتاع اللي طلعتم السامنة ده. اتفرجوا على الفيديو بتاع السامنة حلوة اوه يعجبكم. آآ طبعا بصوا بقى انا يعني مجردش الفيديو في الحتة دي. انا سبتي كده الجزء ده بس عشان اوريكم. آآ انا بعجن ازاي? محبيتش بصراحة واجري. علشان زي ما قلت لكم البنات اللي لسه بدأة في المطبخ او لسه بتبتدي. بتعمل اي معجنات تشوف الفيديو ده كده وتتفرج وتشتغل زي ما انا ما عملت بالزبط. تمام كده? يلا بقى يا بنات اللي اول مرة يشوف القناة بتاعت يقش يشترك في القناة ويدوس على الزر الاحمر ويدوس طبعا على زر الجرس آآ الكل علشان اول ما نزل اي فيديو يجي لكم اشعار بالفيديو اللي انا بنزله. وما تنسوش طبعا اللايك علشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيخلي الناس كلها تشوفو. تمام كده? وعايزة بقى تعليق حلو كده تشجيع عليها وعلى الفيديوهات اللي انا بعملها ورأيكم طبعا فيها علشان رأيكم يهمني. اهو فقا انا كده ببتدي العجين زي ما انتم شايفين بصوا. انا طبعا جرت الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكم. وتزهقوا مني ولا حاجة? فقلت جدي. هو بقى كده بالشكل ده بصوا ما شاء الله اللهم بارك العجينة حلوة جدا. وغطيتها بكيس وحطيت عليها فوت عشان تبقى دافية كده. وتخمر معايا بسرعة. هتقعد معايا في التخمير نص ساعة. بصوا بقى ما شاء الله خمرت ازاي وجميلة جدا. عايز اقول لك يا جماعة والله ما شاء الله العجينة هيلة هيلة هيلة. اهم حاجة نستعمل دي حلو ونضيف علشان يطلع معاك النتيجة مزبوطة. هبتدي بقى اخد كده ايه العجين? وهبتدي اعمل كله حدة تقدي بعضها يعني اخد جزء كده بس تكون كله زي بعضه. احو كده. ابتدي بقى المي فيها. بصوا انا باخد ازاي? اهو. وهبتدي بقى المي فيها كده. بالشكل ده. انت بقى برحتك يعني عايزها كبيرة عايزها قرصة مسلا كبيرة عايزها وسط عايزها صغيرة دي طبعا حاجة ترجع لك انت وطبعا دي حرية شخصية لكي. انا بصراحة الحجم ده بالنسبة لي كويس جدا. علشان كمان انا عندي اطفال فلما بيبقى حاجمها يعني وصف كده او صغير بيبقى حلوة جدا هم بقى بيحبوها بيحطوا عليها جبنة بيعملوها في شاي شاي بلبن كده يعني بتبقى حلوة جدا الصبح لما تفتروا بيها كده او تقوم كده تعمل كوباية شابة لجوزك كده هو نزيل الشغل الصبح وتحط له قرص بتبقى هيلة. انا هسيبها بقى ترتاح عشر دقايق ونشتغل فيها. اجيب بقى سنية كده. بعد ما ارتحت اجيب سنية وضي هنا زيت. وابتدي بقى زي ما انتم شايفين كده اجيب العجينة اللي معايا بعد ما ارتحت. وابتدي بقى افرد فيها كده بالراحة بالشكل ده. رايكم بقى في الجمال. حلوة جدا. بسو السمك بتاعها ده حلوة قوي كده. لاني لما طبعا بتخش الفرن بتبقى عالية شوية بتديك يعني الارتفاع المطلوب. اهو بقى بالشكل ده. جربوها اقولوا رأيكم فيها ايه? هي حلوة جدا ما شاء الله. بسوا الجمال. بس اهم حاجة زي ما قلت لك. آآ تستعمل دي كويس. علشان يطلع معيك نتيجة كويسة. ونتيجة مرضية. اهو طبعا زي ما انتم شايفين كده انا بقى بجرر الفيديو. هاببصوا بجمال. ما شاء الله. عملت كمية حلوة. عايز اقول لكم الكيلو دقيق عمل معي اتنين وتلاتين قرصة. فما شاء الله الله مبارك حلوة قوي. هنشغل بقى الفرن على طريقة حرارة متهين لو انت الشوية والفرن عندك. بيشتغلوا مع بعض الشغاليهم. لو بيشتغل من تحت الاول شغالي من تحت بصي. هتديك النتيجة دي الاول هتلاقيها حمرة قوي كده من من تحت في القوع بتاع القرصة. شغالي بقى الشوية هتلاقيها هديتك النتيجة الهيلة دي. بص بقى الجمال ما شاء الله حلوة جدا 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 فوق ما تخيلي. وطرية وجميلة وان شاء الله هتعمليها النتيجة هتبهرك. لان بجد جميلة جدا وريحتها تحفى. يعني ريحة ما شاء الله الله مبارك. الشرش بتاع الجبنة دوت او بتاع اللي تلمس تمنا. آآ بخلى ريحتها تحفى جدا. واحلى كمان من اللي انت بتجي بيها من الفرن. لان بتاع الفرن ما بتبقى ازاي البيت. الحاجة البيت انتو عارفين بتبقى حلوة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. وبقى كده يا بنات نشوف واحدة مع بعض. بصوا بقى ما شاء الله الله مبارك استويت من تحت عاملها ازاي. جاملة جدا ولونها مرضي كده وانا بصراحة يعني اراضي عن الخبز بتاعها حلوة قوي قوي. هيل. بصوا بقى عامل ازاي? طرية جدا. عايز اقول لكم بقى ان هي هشة قوي. اهي. انتو شايفين بعنيكم هي عاملة ازاي? وشايفين العجنة من جوه عاملة ازاي? اللهم مبارك هيلة هيلة هيلة. بصوا طرية ازاي? ان شاء الله هتجربوها. وتقولوه رأيكم فيها ايه? لان بجد حلوة جدا. وزي ما قلت لكم الحاجة دي بتبقى باركة في البيت. وبتخلي البيت كده في باركة. وبتبقى فيه كده روايح زمان. وبكده بقى يا بنات يكون النهاردة الفيديو بتاعنا خدس. ما تنسوش بقى تمام سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه. وتعليم كده التشجيع عليها. وعايزة بقى لايقات كتير كتير كتير. علشان الفيديو يترفع ويتبقى فيه نسبة مشاهدة عليها. ويوصل لكل الناس. اسبكم في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.